نعزي أنفسنا وأشقائنا في الإمارات الشقيقة الحبيبة بهذا المصاب الجلل بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد على النهيان رحمه الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته وأن يلهم أهل الإمارات والكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان مصاب الإمارات هو مصاب للكويت وأي ألم في الإمارات يشعر به أهلهم وأشقائهم في الكويت لا يمكن أن ننسى مواقف المغفور له تجاه الكويت وتجاه الغضايا الإسلامية والعربية ولا يمكن أيضا أن ينسى أبناء الشعب الكويتي الموقف الإماراتي أثناء الغزو الغاشم عام 1990 وهذه الأمور وهذه المواقف لا يمكن أن تمسح من ذاكرة الشعوب ولا تسقط بالتقادم والعلاقة الكويتية الإماراتية كما يعلم الجميع هي علاقة خاصة ومتميزة وجميعا نشعر بأننا شعب واحد وبلد واحد ولذلك ما يؤثر في الإمارات تشعر به دائما في الكويت أحسن الله عزاء أهل الإمارات والأمتين الإسلامية والعربية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمرحوم ويتقبله بفزيح جنة تقلت السلطة للشيخ محمد بن زايد طريقة سهلة وطريقة دستورية هذا أمر متوقع وهو الشيخ محمد بن زايد بإذن الله سيكون خير خلف لخير سلف وبالتأكيد سيسير على نهج المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه سياسة دولة الإمارات سياسة ثابتة ومتزنة وحكيمة تستنبط أساسها واتجاهاتها من سياسة المرحوم الشيخ زايد المؤسس نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطأ الشيخ محمد بن زايد ويوفقه وينصره إن شاء الله